بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم مع النوع الخامس من أنواع المعارف وهو المعرف بأداة التعريف أو المعرف بأل أو المعرف بالأداة ما تعريف المعرف بأل؟ هو اسم يعين المسمى بواسطة أل ومثلاً مثل كلمة رجل تنطبق على جميع الرجال أعينه فأقول الرجل عينته بأل سواء العهدية أم أل جنسية اختلف النحويون في حرف التعريف هل هي الكاملة أم ماذا؟ مثل كلمة الغلام فالخليل بن أحمد الفراهيلي رحمة الله عليه يقول المعرف هو الكاملة والهمزة وهمزة قطع أصلية بدليل فتحها وصلت وتحولت إلى همزة وصل أو ألف وصل لكثرة الاستعمال يعني الأساس فيها أنها همزة قطع ثم وصلت أي جعلت همزة وصل لكثرة الاستعمال وهو الرأي الراجح عندنا لسلامته من دعوة زيادة منه في الحرف الذي ليس محلا له يعني لأن غيرهم قال في حرف زائد ومن هو هذا الذي قال في حرف زائد؟ هو السبويه قال المعرف هو اللام وحدها هو اللام وحدها والهمزة وهمزة وصل وليست قطع كاملة الخليل وهي زائدة اجتربت للنطق بالساكن ولا محل لها فلا مدخل لها في التعريف فالخليل قال هي كلها الألف واللام للتعريف كاملة وهمزة وهمزة قطع ثم تحولت إلى همزة وصل لكثرة الاستخدام أما السبويه قال لا المعرف ليست الكاملة بل واللام وحدها والهنزائدة للوصل للنطق بالحرف الساكن ولا دخل لها في التعريف نحن رجحنا الرأي الخليل وهو أستاذ سبويه أقسام التعريفية لها قسما نتحدث عن أل التعريفية وليست أل الموصولة بمعنى الذي هذا هو حديثنا يختلف عن أل الموصولة أل الحرفية المعرفة نوعان أو أل الحرفية نوعان قبل أن نقول معرفة لأن منها معرفة ومنها زائدة أل الحرفية وليست أل الموصولة نوعان أو قسمان النوع الأول المعرفة أي التي إذا دخلت على الكلمة النكرة عرفتها وجعلتها معرفة والثاني النوع الثاني هي الزائدة وهذه لا تفيد تعريفا بل هي زائدة لغرض معين سنتحدث عنه في موضعه ولكل من أل المعرفة والزائدة أنواع نبدأ فيها في المحاضرات القادمة إن شاء الله تعالى نتحدث عن أقسام المعرفة وعن أقسام الزائدة إن شاء الله تعالى